حسب معلوماتنا أن حركة حماس أبدأت مرونة كاملة وأبلغت الوسطى بالتحديد الدوحة والقاهرة بموافقتها على تنفيذ حتى المرحلة الأولى وتأجيل النظر في المرحلة الثانية خلال فترة المفاوضات ولكن من يماطل هوات نتنياهو؟ الخشية أن نتنياهو بعد عودته من واشنطن خاصة أنه سيلتقي بالرئيس بايدن وقد يلتقي بالمرشحة الديمقراطية كاميلا هيرس ويختم ذلك غدا بلقاءه مع ترامب قد يعود بعد ذلك بأكثر تشنجا وأكثر إصرارا على استمرار الحرب في غزة بنفس توجهات غيره من الإسرائيليين الذين يرون أن استمرار الحرب على غزة قد يفضي بمزيدا من التنازلات وحتى هذا الأمر إذا لم يرتبط بمشروع سياسي فأعتقد كلهم مغامرات دون فائدة وهذا صناعة كراهية كبيرة جدا ستتم ليست لمصلحة الإسرائيليين ولا لمصلحة الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر